ندر حرب جديدة في الشرق الأوسط تتصاعد بشكل مستمر مع تبادل كل من واشنطن وطهران التهديدات وتصاعد حدتها بعد قتل الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني أبرز قادة إيران والذي يوصف بأنه مهندس توسع النفذ الإيراني إقليميا وتصنفه واشنطن إرهابيا في غارة جوية بالعراق فجر يوم الجمعة الماضي طهران ستنتقم من أمريكا بشكل قاس وقوي محازم بهذه الكلمات وجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي التهديدات الإيرانية الأخيرة للولايات المتحدة خلال مراسم دفن سليماني تزامن ذلك مع مصادقة البرلمان الإيراني في خطوة أثارت استغراب المتابعين على وضع البنتاجون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب وتوصيف الجيش الأمريكي بالإرهابي تهديدات حسين سلامي سبقتها بساعات تهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني حيث رد روحاني على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بضرب 52 موقعا إيرانيا عبر التلويح باستهداف 290 موقعا أمريكيا روحاني خاطب ترامب في تغريدة قائلا إياك أن تهدد الشعب الإيراني وأضاف أن من يشير إلى العدد 52 عليه أن يفكر بالعدد 290 وذلك في إشارة إلى عدد الضحايا الإيرانيين الذين قتلوا عام 1988 بعد استهداف البحرية الحربية الأمريكية طائرة مدنية في الخليج العربي الرئيس ترامب خطى خطوة كبيرة في التصعيد مع إيران عندما توعدت سبت الماضي بضرب 52 موقعا إيرانيا بسرعة وقوة إذا هجمت طهران أهدافا أمريكية ردا على قتل سليماني قائلا إذا الأهداف تمثل 52 أمريكيا احتجز رهائنا بالسفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وجاء تهديد ترامب بضرب الأهداف الإيرانية بعد ساعات من تهديدات مماثلة صدرت عن القيادي البارز في الحرس التوري الإيراني غلام علي أبو حمزة الذي قال إن طهران حددت عشرات الأهداف الأمريكية في المنطقة متوعدا بمحاسبة الأمريكيين على قتلهم سليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر